بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدي العزاء طلب باسم نانسي توحيد دكتور ممكن تتكلم عن سحب أدوية الصلع من الجسم أمتى المفروض أبدأ أسحابها و أمتى استمر عليها مدى الحياة على رغم من عدم وجود أي نوبات و أمتى أعرف إن كده بأخذ الدواء الفاضي أول حاجة إحنا عمرنا دا ما هنكتب دواء لحد إلا ومخاطر الدواء أقل من مخاطر العيه وفوائد الدواء أعلى من فوائد الامتنع عنه لأن الدواء سم كل دواء هو سم بلاش من دخوله أصلا إذا كان الأكل إحنا بنقول بلاش تاكل لو مش محتاج ما تدخلش حاجة ببطنك انت مش محتاجها فإزاي هندخل دواء الفاضي طبعا انت تبعتي مع دكتور والدكتور دا اخترتي صح لأن احنا قلنا لازم الأساسل على قبير الدكتور والمريض هي الثقة فما فيش حاجة اسمها الدواء على الفاضي هنكتب الدواء زي ما قلنا برقم واحد الدكتور هكتب الدواء لأن المريض دا محتاجه طب امتى هيوقفه واحنا بنبدأ كتابة الدواء دا من أسس وصف خطة العلاج أن العلاج الدوائي لازم يكون معروف هيبدأ امتى هينتهي امتى هيتخد جرعات قد ايه ايه المراحزات المفروض ناخد بالنا منها لو حصلت تدل على خطورة من هذا الدواء او حساسية او كده عشان المريض يرجع فورا للدكتور او يتوقف عنه وايه المتابعات اللي بتتعامل للدواء ده ده بيشتغل على الكبد يبقى فيه متابعات ليه فحوصات للكبد ده بيشتغل بيأثر على فيتامين بيغزي العين أدوية المضادة للدرن بتستهلك فيتامين مسؤول عن الاعصاب واستهلاك هذا الفيتامين قد يضر بالبصر الدكتب عارفين الكلام ده فلما بيكتب الدواء تعدرا بيروح كاتب مع هذا الفيتامين وممكن ونفش مانع ابدا وفيه ادوية زي مثلا ادوية ام اس بيعمل فحص دوري لقاع العين يبقى اذا دي قاعدة ان احنا وهو بيبدأ الدواء عارف يتابعه ازاي وحينهيه امتا لكن الحقيقة بقى دلوقتي ما بقيناش زمان كنا بنقول للمريض وهو بيبدأ العلاق بتاع الصرع انت هتقعد سنتين لو بقتك كويس هنوقف الدواء الكلمة دي ما بقيتش حبة قولها لان المريض بقى حاطس في الدماغ واننا السنتين جمس سنتين جمس سنتين جمس لأ هتاخد الدواء الدواء ده زي النظارة طول ما انت لابسها هتفضل كويس قلعة النظارة هتتعب والله بقى حصلت في اسناء العلاج والمتابعة ان احنا لقينا نوبات تحكمنا فيها تماما السنتين مفيش مشاكل ولا يوجد سبب ثانوي في المخ يعني ايه سبب ثانوي زي ورم في المخ واحمة دموية وكده طول ما السبب موجود عمره ما حقدر توقف عن العلاج الا بازالة السبب وبعد ازالة السبب حيفضل مستمر ده على العلاج ازا استمر ده بقى سنتين خاليا من النوبات وبعد خلوه من النوبات تأكدنا من عدم وجود نشاط كهربائي خلف النوبات يعني مفيش نوبات ظهرة بكل انواعها ومفيش نشاط كهربائي في المخ في رسم المخ بعد السنتين دول ممكن الدكتور يقرر ان هو يبدأ يسحب العلاج طيب ممكن اكمل سنتين واكتر من السنتين ومفيش اي نوبات خالص ورسم المخ سليم والدكتور يقول هتاخد ادوية اه ممكن لا اسباب اولا الامان في الادوية بتاعت السرع الجديدة بقى اعلى كتير فبالتالي الرغبة الملحة لدى الاطب ان هما يوقفوا الدواء بدري علشان خطورته على الكبد وخطورته على صورة الدم وتأثيراته المتعددة قلت الرغبة الملحة دي قلت لان خطورة الدواء على المريض قلت تاني حاجة لان هو ممكن ما يوقفش الدواء لكن يقلل جرعته خالص لجرعة اقل من الجرعة اللي بتتحكم في النوبات لكن بتتحكم في النشاط الكهربائي زي ما احنا مثلا في مرض زي الصداع النصفي بنكتب ادوية الصرع لكن بلتكتبها بجرعات مش هي اللي بنتحكم بها في الصرع جرعات اقل تقدر تتحكم في النوبات الصداع النصفي وتمنع بدوسه لكن لا تمنع النوبة الصرع لو واحد عنده صرع مش تنفعه الجرعة دي خالص فممكن الدكتور يقرر بعد خلوك من النوبات فترة طويلة يقرر الهبوط بجرعة العلاج الى جرعة قليلة جدا لكن ما يوقفهاش طب ليه؟ في حاجات كتير برده منها ان احنا الجو بقى فيه تلوث كهرومغناطيسي اكتر من زمان ايام جدي وجدك كان الجو في راديو موضعات الكهرومغناطيسي اللي ماشي في الجو راديو دلوقتي عندك شبكات محمول والوي فاي اللي عندك في البيت حتى لو انت بستعملوش فيه تلوث كهرومغناطيسي قد يرتبط قد انا بقول قد لان احب اقول المعلومة المؤكدة اللي هي عليها قد يرتبط باحتياجنا اكتر لأدوية الصرع لأدوية تنظيم الكهرباء موضعات كهرومغناطيسية واحنا مخينا بيطلع كهرباء وقلبنا بيطلع كهرباء منطقي ان يكون فيه تشويش شوية على الكهرباء دي بسبب التلوث اللي موجود في الجو منطقي فمن المنطقي ان نظرة الطب تختلف اما بسبب زيادة المعرفة الطبية او تطور العلاج او تغير البيئة فاهم حاجة تخليك توقف العلاج هو ان دكتورك يقولك وقف العلاج غير كده الكلام اللي بنقول ده علشان يساعدك على الفهم وعلى الاطمئنان وعلى المطاوعة للدكتور طالما تسق فيه ارجو اكون افدتكم وشكرا جدا لاستماعكم اشتركوا في القناة